وسع الحرب في غزة لتصبح صراعاً يشتاح الشرق الأوسط هو آخر ما تريده الولايات المتحدة لكن الهجمات النوعية الأخيرة في لبنان وإيران والعراق تنظر بحصول ما تحاول إدارة بايدن تجنبهم منذ هجوم السابع من أكتوبر عملياً وبحسب صحيفة نيويورك تايمز لم تكن البداية من هذه الهجمات بل من الممر المائي الذي تدور فيه عمليات تهدد الأرواح والاقتصاد العالمي وتدفق التجارة كما جاء في البيان الأمريكي بالرغم من ذلك لم يصل التحذير أبداً إلى حد التهديد بشن ضربات عسكرية على قواعد الحوثيين إلا مع أعلان إيران إرسالت عزيزات من السفن الحربية إلى البحر الأحمر جبهة أخرى بدت أكثر اشتعالاً بمقتل صالح العاروري أبرز قادة حماس في ضحية بيروت الجنوبية مع قلي حزب الله عملية تخشى الولايات المتحدة أن يرد عليها حزب الله وفي كرمان بإيران ظلت الظروف المحيطة بالانفجارين المتتاليين مع ذكر اغتيال قاسم سليماني أكثر غموضاً أصابع الاتهام وجهت لإسرائيل قبل أن يتبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجومين الانتحاريين واليوم جاء الرد الذي قالت مصادر إنه أمريكي على 118 هجوماً شنته فصائل مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في العراق والسوريا حيث استهدفت مسيارة مسؤولاً عسكرياً كبيراً في ميليشيا النجباء في مقر للحشد الشعبي ببغداد عمليات نوعية ترفع من المخاوف بإمكانية توسع الحرب في المنطقة رغم محاولات الاحتواء كرم حناوي العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات